طيب نشوف الأستاذ عمرة أديب في قناة أوني بيتكلم عن حجم الشعبية لأن أنا بطلت أزعل من تأخر نادي الزمالك ده خلاص حطيته على جنب بس كمان بقيت بتدايق من التقدم اللي بيحصل في نادي الأهلي نادي الأهلي تفتحت له كده حاجة إنه بقى عندهم رئيس شرفي للنادي تركي آل أل شيخ داعم للنادي بشكل كبير وفجأة بقى لنا 15 يوم لعيب عالميين مشروع القرن للنادي الأهلي أستاذ أنا شفت الأستاذ يا جماعة اللي معمول للأهلي حاجة غير طبعية طب وإحنا وإحنا عم تركي يعقى بتشرلهم لعيبة وقعد تجيب لهم أستاذ وقعد تعمل لهم صفقات طب وإحنا ونادي الزمالك دا إحنا أكتر من ربع الشعب المصري زمالك صفقات لعيبة جداد عالميين يقولك لعيبة عالميين هيجي مصري لعيبة عالميين للأهلي طب والأهلي عايز يا عم تركي عايز لعيبة يقولك إيه استاذ جديد لا استاذ إيه دا عندهم ست استاذات أو خمسة خمسة فوش العدل كل ما تمشي استاذ النادي الأهلي الجديد استاذ النادي الأهلي تحت التأسيس استاذ النادي طب وإحنا دا إحنا عندنا نادي واحد بس كتير يعني بص برضو للزمالك محتاجين لعيبة محتاجين بتاع عشان يبقى فيه منافسة ما إحنا كمان لما نتدور كده الدوري دا مش عايز فيه منافسة لازم فيه آلي ولازم فيه زمالك الزمالك محتاج برضو شوية يعني كده فبطنقت أنا من كل اللي بيجرأ وكابتن بيب والله ما صلي على النبي سكت وقاعد يعمل في حاجات رجع العهد والقديم بقى لها تحدث وكل يوم يطلع لهم أنا جبت كذا لعبين جداد عمل استاذ جديد عمل مش عارف إيه طب وإحنا أنا عايزين لعبه جديد وعايزين استاذ وعايزين عايزين كل الحاجات دي لو سمحت طيب عمر قالك الزمالك أكتر من من عاجي بالغ بقى قالك ربع المصري يعني عاجي بالغ أخيرا يعني لا هو بفكرني في نقطة هو بيقول إيه طب وإحنا يعني هنا فرع الأهلي وهنا استاذي الأهلي وإنه طب وإحنا فكرني بمصرحات المتزوجون لما سامير غانم وهي بتزغط جورجي بالبيض يقوله 30 بيضة طب بيضة لك يعني عمر أديب عبقري عبقري في أنه يعمل مقاربات في قالب ساخر لكن لكن في دراما علي أول يعني هو أما يقول لك أنا مدام تقدم الأهلي هو مش بيغير من تقدم الأهلي هو عاي يقولي يا ناس طب ما تيجي نعمل كده ها هي دي النقطة هاي ولم يمكن تعمل كده إلا زا حطيت الزمالك فوق الجميع ها الزمالك فوق الجميع أبناء ننسى نفسنا ونبتدي نفكر كلنا إنما لنصحتك ليهم ألا يكتمع مجلس إدارة نادي زمالك في الهيصة اللي إحنا فيها دي كلها ولا مرة وفيه أوضح قانونية لازم تتقنن وفيه كلام فيه مجهود بس مجهود شخص فيه مجهود بيبذل يعني المستشار المرتضى أو الأستاذ مرتضى بيجيب لعبة بيجيب مدربين بيحاول يعمل حاجة لكن ده مش عمل مؤسس دائما سيظل يولام إنك أنت السبب في كذا هو على أمل إنه الدنيا تنطف يبقى هو السبب في النجاح فلما بينجح في الدورة والكاس ما بيتقالش هو السبب فبتضيقوا دي فبيروح مغاير ناس كلها لا ده أنا السبب وحاجة سبتاني القصة لابد زمالك فوق الجميع الاتحاد فوق الجميع وكل واحد يبقى فوق نفسه فوق جميع نفسه بس الأهل هو الوحيد اللي بيطبق دي مش الوحيد يعني الواضح إنه هو اللي بيطبق دي فيه لحظات بتيجي أندية تانية تعمل هذا بس مراحل 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 تعمل هذا بس مراحل